اشتركوا في القناة في المدينة العظمى الأسكندرية أبونا له خدمة عريضة منذ أن كان شابا صغيرا في الكنيسة كشماس وكخادم وله تاريخ طويل في العلاقة والمحبة التي كانت تربط مع الأباء الكبار في هذه المدينة فرصة طيبة أن أدسي أبونا يبقى معنا نتعلم من سيرته ونتعلم من الخبرة الروحية التي أبونا تشربها من الأباء الكديسين وخاصة من أبونا المتنيح الطيب الزكر القديس أبونا بشوي كامل أنا شخصيا كنت طفل صغير وأعرف أبونا منذ أن كنت ربما بحبي في الكنيسة وكنت دائما أشوف أبونا وهو بيعلم الألحان بيعلم اللغة الإبطية أيضا كان بيدي دروس رياضة في اجتماعات الشباب كل أنواع الخدمات أبونا كان بيخدمها قبل أن ينال دعوة الكهنوت المؤدسة بداية أنا نفسي أن أبونا يحكلنا ويعرفنا على قدر ما يذكر ويتذكر الذكريات كيف كانت كنيسة العدراء محرم به بيت وحضن وأم الأولاد الفرحة التي تربى فيها أجيال عريضة كانوا سبب بركة في التاريخ وهي كانت كنيسة بحق خالية ومفرخة جبارة للتلمزة وليصناعة الخدام أبونا يعني أبو ترجى أدسك تتكرم ويعني تحكي لنا تسرد لنا تنقل لنا هذه الروح والخبرة في التلمزة وإن أمكن أيضا أن تسكن لنا بعض الأسماء التي عصرتها هؤلاء الأشخاص سواء في الأبدية وفي السماء أو سماء أحياء جميعهم العظمة بتاعتهم من عند ربنا القدوس وهم أغنياء عن الزكرة وذكرهم بالاسم ليس لمجرد سرد أسماء بقدر ما هو تأريخ لهؤلاء الناس الذين صنعوا عملا عظيما ومجدوا اسم ربنا القدوس في حياتهم اسمي أولا ابن الروح القدس صلى الله عليه وسلم أمين أولا بشكر أدسك جدا عن المقدمة الكبيرة الحلوة وكل ما فيها أنا موافق عليه مع ذا كلمة رائد من الرواد أنا مجرد حتى تخاذم صغير وشماس مش أكتر من كده ربنا اداني نعمة أن أخدم اسم القدوس على غير استحقاق لكن الظروف اللي نشأت فيها زي ما قدسك قلت بالزبط كانت في كنيسة هي كنيسة من ثلاث كنيس تقريبا في كل اسكندرية من أولها لأخير يعني كانت الكنيسة الماركوسية الكبرى كتدر أية وكنيسة العذر محرم به وأيضا كنيسة الملك مش الملك هنا يعني اللي كان بيخدم فيها في البداية قدسة أبونا مخايل سعر في البداية طبعا أنا جيت اسكندرية سنة 52 كان عندي ثمان سنين وترسمت شماز سنة 54 في القدسة اللي ترسم فيه قدسة أبونا يوحان نحنين وأبونا مينة اسكندر المتنيحين وعلى ما أذكر كان نيافة الحبر الجليل أمبا بن يمين أو توفيلس أيوه أمبا توفيلس أسقف أسقف السوريان كنيسة العذرة كان زي ما قدسك قلت بالضبط خلية نحل في كل نواحي الخدمة في الشماسية في خدمة مدارس الأحد في الاجتماعات اجتماعات الشبان في الاجتماعات النوعية اجتماعات السيدات وكان قدسة أبونا ماركوس باسيليوس رغم أنه نفسه ما كانش بيخدم مباشرة المدارس الأحد لكن عنده روح قيادة وتدبير وكان عنده حكمة عجيبة في اختيار الخدام وطبعا الأستاذ سامي كامل ده زي ما احنا كلنا عارفين هو القديس أبونا الأمس بشوي كامل خريق كلية العلوم اللي كانت أكرس الكنيسة العدرة مباشرة واللي اكتشفه الدكتور راغب عبد النور كان بيشوفه شاب من الشبان جاي حتى الاجتماع لفت نظره ودعته وهدوءه وبيقف جنب العمود ويمشي في يوم من الأيام طلب من أحد الخدام أن يقول الكلمة وهو راح قعد جنب سامي كامل وتعرف عليه وسامي كامل كان من سرسي الليان لكن عشان كان دارس في كلية العلوم بعد كده اشتغل مدرس فاستاده وكان صيد ثمين نافع الكنيسة ومازال ينفعها كخادم سنوات طويلة والآن كشفيع في الكنيسة لكل أولاده وكل الذين يطلبون شفاعته وصلواته كنت أشوف سامي كامل بعدما يعني أختير كلام ده في أواخر الأربعينيات ولا حاجة وأنا جيت في 54 كان عندي عشر سنين وكنت أشوف بقى سامي كامل رايح جاي وسامي كامل ما كان شركة بموصلات عامة كان شركة بطوبسات كان يركب عجلة ولما ترسم شماس لما آسف أخذ الخدمة وابتدى يبقى مسؤول عنها واشتغل مدرس اشترى فيسبا فكان يجي بالفيسبا ويروح بالفيسبا يعني ماستعملش الموصلات العامة خالص على مؤسكور يعني ما شفتوش ركب أي أوتوبيس ولا تاكسي ولا حاجة كده كانت دي وسيلة الموصلات بتاعته الوحيدة ودعته ابتسامته ملائكية وجهه كانت بتجذب نفوس كثيرين للمسيح مش معنى كده أن كانت الأمور بسيطة لا في الوقت ده في الحقيقة كانوا الشمامسة كانوا الشمامسة مجموعة لوحدهم والخدام مجموعة لوحدهم وكانوا الخدام يعتبروا الشمامسة الناس بتوع الألحان اللي بيقولوا قو قو خلاص وطول نهار من غير كده والخدام فانين الشمامسة المقتبين اللي بيقول سكني في صلاتك اللي ماشيين بقى جنب الحية هي تلمع قدين كده يعني وفجأة لقيت أبونا ماركوس باسيديوس طلب من سامي كامل أنه يوعز وما كانش يوعز في الأدسات خالص لكن كان ماسك خدمة المدرس الأحد بجميع فروحة وفي ومن الأيام أبونا ماركوس باسيديوس طلب من أبونا بشوي وهو لسه سامي كامل أنه يوعز يوم الجمعة ودي كانت أول مرة أشوف فيها أبونا بشوي أو سامي كامل لابس شماس لابستونيا وبدراشين ووقف يوعز وكانت رسالة بدمج الشمامسة مع مدرس الأحد وأصبح الخادم مفروض أن يكون شماس والشماس مفروض أن يكون خادم أول من جمع الاتنين دول مع بعض في تنست العدرة كان الأستاذ سامي كامل وفعلا دي أثر التأثير حلو جدا يعني فتحت عينين الخدام على أهمية الحياة الكناسية والشماسية للخادم وفتحت عينين الشمامسة على أهمية روحانية الشماس ومش أداءه للألحان لكن صلاته للألحان والتسبح فكانت دي مفيدة جدا دي كان أهم الدروس اللي في الفترة الأولانية دي اللي خدمت فيه أو شفت فيها سامي كامل بعد كده ما يعني كبرت بقى شوية كان فيه طبعا الأستاذ جمال حكيم كان بيدينا في مدرسة الأحد كان اسمه جمال حكيم جمال حكيم كان يدينا في مدرسة الأحد وكانت مدرسة الأحد في الوقت ده بتتعمل في المدرسة المرؤوسية اللي جنب كنيستة العدر ودي كانت المدرسة اللي أنا تربيت فيها لأن بين البيت اللي أنا كنت ساكن فيه مع جدنا والمدرسة حوالي تلتمائة ربعمائة متر فقط يعني وأول من أذكره خدم خدمني في مدرسة الأحد كان أستاذ جمال حكيم وكان يهتم أيضا بالمدايح يعني أول مديحة حفظه لنا كانت إثبت في الإيمان يا من تؤمن بإيسوس وامدح بهجة الأكوان مريتي بورثنوس بادر وارسم ذاتك بعلامة بستفروس وامدح كل أوقاتك مريتي بورثنوس دي كانت المديحة بتاعت يوم لتنين في شهرك ياك أنا فاكر الكلام ده ليه لأنه أول من فتح علينا على جمال التسبحة وجمال مدايح شهر كياك وتسبحة عموما على مدار السنة بعد كده لما كبرت سنة تسعة وخمسين كان عندي أكتر من خمس تاشر سنة كلنا عارفين ظروف رسامة أوتسابونا بشوي كامل أنا مش عايز أكرر حاجة كلك عارفينها لكن أضيف لها إني تشرفت بإني كنت أعرف تسوني أنجيل زي ما بعرف الأستاذ سامي كامل زي ما بعرف أخو أنجيل المهندس فيكتور باسيلي اللي فضلنا يعني متلازمين في كل قطواتنا في المدرسة في الكنيسة في الخدمة في الشماسية حتى بعد ما تخرجنا هو سبقني بسنة وتعين في التليفونات في سنترال المنشية وهو كان كهرباء وأنا كنت ميكانيكا بعدها تعينت أنا برضو بالتكليف في سنترال المنشية مع أن أنا ميكانيكا ملهاش علاقة بالسنترال ولا الاتصالات ولا كده لكن ربنا سمح بكده فكنا بنشتغل في الكوابل الأرضية البرابخ اللي تحت الأرض اللي بنعملها عشان يمده كابلات بتاعة التليفونات دي الشغل أنا الوحيدة اللي بتوع ميكانيكا كان ممكن يعملوها فيه وفننا متلازمين لغاية ما خني خنيت زي ربنا افتقدوا باللوكيميا وفي الوقت ده أنا كنت 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 كاهن لها وراح انجلترا وتبرعت له تصوني أنجيل بنخاع وعمل نقل نخاع أو يعني حقن نخاع من أنجيله ونجحت العملية وجي صلى معايا كنت أنا ترسمت وكنت كاهن ساعتها في كلام ده في سنة سبعة وسبعين تانية سبعين كنت كاهن في لندن وجي صلى معايا قداس بعد ما عمل العملية وبعدين للأسف الشديد حد عنده برد دخل عليه في المستشفى وهو الاميون سيستيم كان ضعيف جدا فأخذ دور برد وسافر السماء دي الخيانة اللي عملها فيها انه فضل معايا على طول على طول على طول غير ما سبقني وسبني الواحد السنين دي كلها معايا صلواته تكون معانا ده فيكتور بسيري وكنا دايما نصلي البولوس مع بعض الكاثوليكم مع بعض الإبراكسيس مع بعض نقول ألحان الهيكل في الأداز احنا الاثنين مع بعض وكنصتنا زي بعض وكنصته مميز كده سماوي من عند ربنا في سنة تسعة وخمسين لما ترسم أبونا القديس أبونا بشوي كنت واحد من أربع شممسة أبونا بشوي خدهم معا نقلهم من كنيستة العدرة لكنيستة ماريجي رجيس سبورتينج لأنني ما كانش فيه شممسة خالص كان الكبير معنا والقائد معنا هو المؤدس يوسف حبيب والمؤدس يوسف حبيب كان إنسان متبتل ناسك في حياة واللي درجة إنك لما تشوفه بتقول الرجل ده غلبان جدا ربنا إنه كان موظف كبير لكن كان لبسه بسيط جاكتة يمكن بني يمكن ما غيرهاش شفتوش غيرها يمكن تذكر قدسك ومنطنون بسيط وجيوب طويلة مليانة بالأوراق ميزة المؤدس يوسف أنه اهتم جدا بسيار الديسين إنه كانتش الكنيسة تعرف حاجة عنهم خالص وبدأ في ترجمتهم ترجمة بسيطة سهلة كل واحد يقدر يقرأ ويستوعب ومعملهاش كتب كبيرة زي قدسابونا تدرس بعد كده ما عمل لا عملها كتابات صغيرة قد الجيب كده نبجات صغيرة خالص كان يساعده شمس مبارك اسمه مريد عبد المسيح ومريد عبد المسيح ده ترسم بعد كده باسم أبونا بشوي عبد المسيح في دميات وأظن كان وكيل المترمية قبل ما يسافر السماء دي كانت رموز نحن نشوفها كنو نقعد معهم ما فيش فوقهم غير آخر إديس ترجمو وآخر شهيد كتبوا عنه وآخر نبزة طبعية تطلعها ازاي دي كانت النبزات لما ترسم أبونا بشوي في ديسمبر 59 كان لها في كنست العدرة دايما يعمل الخميس الأول من كل شهر بعد اجتماع الشباب وصلاة نص الليل يعمل الخميس الأولاني اجتماع صلاة يبتدي من نص الليل ويستمر إلى الفكر فكنا نصلي صلاة نص الليل بعد التسبحة بعدها التسبحة بعدها يقدفل أنوار الكنيسة على الشمع كده وكل واحد من الموجودين يقول صلي صلوات فردية كلنا وأنا كنت عيل كسف قوي يقول يصلي هفلان ما قدر شاوله لا نصلي وبعدين بعد ما نقلص الاجتماع احنا نكمل القدس الأولاني كان أياميها فيه أبونا ماركوس بسيديونس وابونا صحاق إبراهيم الكبير آه مش ده مش اللي بعد كده اللي موجود في أمريك بعد كده أبونا بشوي ياخد العربية الهلمان بتاعته ويطلع على كنيسة مورجيرج سبورتينج يصلي رفع بخرباكل والأداس العزة واللي ناول الشعب كان لوحده ويكمل واعترافات كأنه ما نمش كأنه نايم طول الليل وهو ما نمش من يوم الخميس بالليل استمر على الحكاية دي لغاية لما ثقلت أعباء الخدمة جدا أذكر في مرة من المرات يوم جمعة وانا وانا كنت مصلي معاه في كنيسة مورجيرج الساعة أربعة كده بيقول يا فلان معكش حيطة أربانا بصيت لوطول يا ابونا انت مكلتش قال لي لأ ما جيتش فروس أكل لغاية دلوقت يعني سهران من نص الليل في كنيسة العدرة وعمل اجتماع الصلاة لحد الفجر والقدس في سبورتينج واعترافات الشعب واحتياجاتهم لغاية الساعة أربعة ما كانش أكل ده كان أبونا بشوي في الأمور اللي يمكن مش كتير يعرفو يعرفو كتير الناس تعرف كتير قوي عن أبونا بشوي لكن له لمسات يعني روحية عميقة جدا أذكر في أول مرة اعترافت عنده سنة تسعة وخمسين أنه جاب ورقة النتيجة كده وعلى دهر ورقة النتيجة كنت ساعتها في الثانوال العام كتاب لي روشتة إيه الروشتة دي عناصر الصلاة اللي أصليها قبل ما بتدي ذاكر فضلت ورقة النتيجة دي موجودة عندي في الإنجيل لغاية ما في يوم من الأيام وقع مني الإنجيل وأنا في ألمانيا في رحلة من الرحلات وحزنت حزنا عميقا لأن الورقة دي كان في لماذا تشكر الله وتشكر الله على أي لأنه خلقك لأنه خلقك إنسان خلق الخليقة من أجلك لأنه خلقك إنسان مسيحي لأنه خلقك أرتودوكسي لأنه خلقك إبطي لأنه عملك شميس لأنه إدك نعمة في الخدمة لأنه 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 الصلوة دي كتتاخد من ساعة ونص إلى ساعتين يوميا قبل ما بتدي ذاكر وطبعا البيت كان يبص كده يعود وقعد بقى ضيعة وقتك وقعد عبر الكرك على الكرسي ولا في مون ذاكر وانت فسن يا عم أمور كده يعني لكن ده كان إرشاد كان الدفعة قوية ويرتني كملت للأسف الشديد مع ظروف الحياة وكده ما قدرتش كل مرة محرم بيه لسبورتينج طبعا الخدمة بقى توسعت جدا في سبورتينج وبدأ عدد الشمامسة يكبر والمقدس يوسف يتابع بقى وجه المعلم نعيم فأبونا بشوي نقلني إلى كنيسة الأنبتكلا في الإبراهيمي ورح معي أو أنا روحت معي وكان مديني المفتاح بتاع الكنيسة فكنت أروح كل يوم الساعة 4 كل يوم حد أو جمع الساعة 4 الصبح من البيت لكن في محرم بيه لغاية كنيسة الأنبتكلا طبعا ماشي فرحان قوي لا في يوتوب ولا ترام ولا عربية حتة فاطئة خالص وانت ماشي بقى من جنب ملعب البلدية وطلع على غاية شرعب ويقير ويمشي كانت تمشية جميلة وعمل التسبحة الصبح وال يعني سلطن والتسبحة وحضر الحمل والأبر كان عندي محاضرة أروح الكلية والباب الخلفي لكلية الندسة كان في آخر شرعب والبتين وبعدين لما ما يكونش عندي محاضرة يعني أكمل الأدية ساعة تفوت المحاضرة وقلها خدها مع المجموعة التانية كنا زمان مجموعة ألف ومجموعة ب منفصلين من كتر العدد طبعا دلوقتي ما بقولون كتر العدد كنا خمسمائة واحد يتحكوا علينا لأن دلوقتي الدفع بالألاف بس فتقول طبعا يا حضر المحاضرة دي مع المجموعة التانية وبعدين في يوم من الأيام قال لي بص يا فلان سبورتينج والأنباتاك لها دي خدمة الناس الأغنية المقتدرية مش دي الخدمة التي تيجي النهاردة مع ورقة كده حضرت فيها عنوان تيجي النهاردة في الحتة الفلانية دي وكتب لي عنوان في شارع في شارع الجواب والجواهر كنيسة ماري جرجس بالحضرة الإبلي قال لي دي الكنيسة اللي انت تخدم فيها بقى تحس بقى الناس الغلاب بقى المحتدين رحت ساعة ناشر بالليل زي ما قال لي لقيت باب صغير كده دخلت منه وباب كبير خاضر ماري جرجس الحضرة لاني رحت الاول معها سبورتينج وبعد دي كده حركت لأنبتك لأيمانوت في الإبرهامية وبعد وبعد ماري جرجس الحضرة كنيس اللي هو بدأ بداية فلما روحت الكنيسة أذكر في اليوم ده أظل مكن نفس سبعين اشتنة سبعين دخلت من باب صغير كده لقيت زي ورشة بلاط حكا ساحة كده مفتوحة وبعد مبنى دخلت من المبنى ده لقيت شوات كراسي قديمة وحيطة وحيطة مفتوحة كده زي دي وطرى بيس ببص لقيت المعلم نعيم مساء الخير يا معلم قال لي انت جيت يلا بقى نعمل التسبح فهو واقف من هي دي كنيسة ولا من داخل مش كنيسة على ناحية المعلم نعيم وأنا من الناحية التانية من رابع وأنا باصص للشر قطع مش باصص وراج خلصنا متأسف خلصنا التسبحة ببص ورايا لقيت الحيطة دي اتعلق عليها الايقونات القديمة بتاعة مارجير بيس سبورتيك ولقيت منجلية قديمة ولقيت الكراسي بقى توضبت ساعة أربعة الصبح تفتح الباب الكبير تبي في ببا خشب كبير بقى بابين وداخلت عربية بيتلز زرقة نزل منها سبع أفراد نيافت الحبر الجليل للأنبا ميكسيموس وأبونا كيرولوس داود دي عربيته بقى عربيته لأنه اللي كان سيد وبايت الأباء أربعة كانوا متزنقين شعارف كانوا عندين زيف كورسي ودخلوا ووضعمل الأداس أبونا بشوي أبونا لؤا لا كانش لأ أبونا لؤا أبونا بشوي أبونا التدرس المهم أربعة من الأباء اللي كانوا موجودين في الوقت دا اتعمل الأداس وكان هذا افتتاح كنيسة ماريجين بس الحضر عاد فيها بقى من سنة سبعين لسنة ثلاثة وسبعين وقيت لما ربنا سمح أني أروح أخدم كنيسة الأنبى شنودة في الأباري والدعوة جات لي في أسبوع يوم 24 يونيو سنة ثلاثة وسبعين استدعاني البابا شنودة الثالث ربنا ينفعنا بسلواته واحد يوليا واحد يوليا كانت الرسمة ويعني في تفاصيل كتير مش أدخل فيها ومجرد أسبوع واحد حد 24 حد اللي بعد 1 يوليا كنت برسانة الفرق بيني وبين ابونا بشوي وبونا لوقة وبونا تدرس أن أنا كنت متزوج بقى عشر شهور هم تزوجوا علشان الكهنوت لكن أنا كنت ما كان في بالي حكاية الكهنوت دي خالص مرائي ولكن سألت البابا شنودة ثلاث أسئلة أنا حاسس أنهم أهم أسئلة منهم واحدة قدر أقوله أني قلت له سيدنا أنت بتقول من حق الشعب أن يختار رعيه طبعا أنا ما خدمتش في الكنيسة دي والعمري دخلتها إلا مرة وقت بالغلط كنت قصد أدخل كنيسة الستة دي ميانة في الورد دي دخلت دي بدري وما كانش فيها قدس ساعتها كان أبونا جرجس اللي هو والد أبونا ويسا مريض وكان يجيله الحساسية ما قدرش ينزل قدس ما معلوش قدس المهم طبعا البابا شنودة قال لي بص أنت وقالك ثلاث سنين بتخدم في مري جرجس الحذرة ودول شعب من الصعيد صعيدة وإنت هتروح كنيسة الأنبا شنودة في الأبار دول صعيدة نفس الشعب مش هتحس بغربة طبعا البابا شنودة كان عنده قدرة يقناعك لا مش بس كده عنده قدرة أن يقناعك إقناع كامل بس فلت حاضر وقضيت أربعين يوم أذكر أنه أنه البابا شنودة اهتم بنا جدا لأن ترسمت مع أبونا موسى سليمان اللي يفسدني وكان يطل علينا من وقت للتاني وكان لما يعمل اجتماع للرهبان يجمع رهبان السوريان مع الأنبا بشوي في درج أنبا بشوي إحنا قضينا الأربعين يوم في دير السوريان لكن ما كانش في حاجز بين السوريان والأنبا بشوي من جوه كان في فتحة كده تدخل لها والألايا بتاعت البابا شنودة آخر بيت جنبا جنبه مع الستة دمينا في الهرم وانا هنا طبعا كنت العي اللي رفوستي وكنت عندي 29 سنة فالبابا شنودة بعت لنا المعلم فهيم والمعلم فهيم كان كبير معلمي الكنيسة في ذلك الوقت كان هو بتاع المرؤوسية كلودبي بالضبط كده فدرسنا الألحان كلها الأداس بالإبطي ما كانش يدرس عربي دلوقتي بيدرسه عربي وانجليزي في القدير وأنا لا أعلق على هذا لكن بقول الحاجة اللي هيخدها الأب الكاهن الجديد في الأربعين يوم هو ده الكنز بتاعه بعد الكنز مش حيضر ياخد حاجة هيدخل في معمعة الخدمة مش حفظ حاجة إن ما حفظ شي في الأربعين المقدسة خلاص فطبعا حفظنا القدس البسيري والقدس الأغرغوري بالإنجليزي بالإبطي لا في عربية ولا في إنجليزي وانضم إلينا مجموعة من الرهبان في الحفظ فرصة يعني شمينا كان أبونا الأنبا ويصة وكان الأنبا بي من المتنيح كمال حبيب كمال حبيب وكان الأنبا أبونا أغبيوس اللي بقى في السويس ورحل السماء أبونا أغرناطيوس فالتلاتة دول كانوا يحفظوا معنا البارس فيهم أوي كان أبونا أنبا ويصة كان أنسيموس وبعدين مكاريوس هو كان محب جدا للألحال شماس وكان شماس حريش شماس ومعلم فهو كان شماس بارس وأنا أذكر أنك توقف جنبه في رسامة البابا شنودة التالت باتريارك كان اسمه بوتروس يوسف اللي هو والأمبا ويسا جدا ما هو ده كان الدير الأمبا ويسا كان بتردد أيام ما كامبوز جدا 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 بعد كده بعد ما ربنا يعني اختار أني أكون في هذه الخدمة وهذا التكريس كان البابا شنودة من وقت للتاني ياخد التلاتة أو ياخدنا يتمشى بينا من الأمبا بشوء لغاية الألهاب بتاعته وهو أول من علمني أن خدمات الكنيسة تقدم مجانا مجانا أخذتم مجانا أعطو وللخدمة التي تعطيها أنت لم تدفع فيها فلا تأبض عليها وعلمنا أيضا درس هام جدا جدا أنه كن ابنا بين أخوتك وأخا بين أبنائك بعد كده بقى يكررها كتير في العزاء لكن كده أول مرة أسمعها منه عشان تبقى كاهن ناجح كن ابنا بين أخوتك وأخا بين أبنائك والبابا شنودة بعتني سنة 77 في فبراير إنجلترا ععدنا ثلاث سنين لأكتوبر 79 ععدت أدسك في ماري موروس كنا في لندن لما رحنا ماري موروس كانت الكنيسة لها مئة سنة وكان في كنيسة اسمها يونيتد ريفورمت شيرش في ألين ستريت بس دي كانت عبارة عن كنيستين اتوحدوا مع بعض فعملوا كنيسة فقالوا نبيع الكنيسة التانية فالكنيسة التانية كات ماري موروس فكت خدت بركة بقى تحويل هذه الكنيسة إلى الطيب الابطي المزبوط وجهة إذاك فانوس المتنيح الفنان وعمل الرسومات عمل كل الرسومات بتاعت الكنيسة والكنيسة كانت دكة طويلة كده يسموا الدكة طويلة دي في الكنيسة ويسموا الطرقات اللي بينها يعني جزر فكان فيه كده دكة طويلة قوي واحدة صغيرة من هنا واحدة صغيرة من هنا فاخدنا الدكة دي وسمناها اتنين ودي ودي ووصلناهم مع بعض وعملناها بشكل الكنيسة الابطية المزبوطة وجابوا النجف من بلجيكا الحقيقة يعني اتعملت الكنيسة ولما جه لما طبعا رحت لما رحت لندن كانت لسه كنيسة الانبا شنودة ما كملتش فلما كملت كلمت قدست البابا شنود قلت له ممكن تسمح لي اجي احضر في الاباري هنا اسكندري اه تاتشين الكنيسة قال لي لا خلص انت الكنيسة عندك في لندن وانا اجي اداش انهلك فمرضا مرضاش اني اروح احضر اجي احضر يعني وفعلا وفه بوعدو جه في يناير 28 يناير سنة تسعة وسبين وعدا معانا عشرة ايام كانت زيارة مباركة وممكن من اطول الزيارات ذلك الوقت اللي حصلت برا مصر في الحقيقة كنيسة عريقة كنيسة مارينجوس لانها اول كنيسة ابطية في اوروبا في اوروبا كلها وانا فاكر التاتشين له بانفلت كده هوت معمول بالاسود والابيض وعليه العلامة بتاعت الكنيسة وعليه الفخار عاد تدور عاد تدور في المحلات لغاية لما لقيت اولي فخار صعب ان يبقى موجود فخار زي جدا في لندن لقيت فخار يا ابونا شكله جميل جدا اشتريت سبعة وكان عندنا فنان قلت له عم ارسم بقى ايه صلبان وحاجات عليها وبعدين اترسم والبابي شنودة لما جيه واحنا بنروحه اول يوم بعد ما داشن كده قال لي شوف عارف لما ملكة الحبشة قالت لسليمان ولا الى نصف انا كمان اللي انا شايفه ده ولا الى النصف عن اللي هما وصفوه لي اللي انا شايفه لدرجة اني حاسس كان منبهر يعني مبسوط درجة اني حاسس حاسس ان انا في مصر مش محتاج ان انا اروع كانت زيارة مباركة اتسك يا ابونا كمان عشان فعلا بحق اتسك يعني قبتي حتى النخاعة ومن زمان اتسك محب جدا الهوية الابطية اللغة الابطية التقليد يعني دي حاجة الالحان التسبحة الخدمة اللي من الينابيع حسب الروح الكلاسك اللي احنا نتشربناها وعشان كده ربنا يعني يتمجد مع اوتسك من العضرة محرم به ثم مرافقت ابونا بشوي لمرجرجس سبورتنج ثم مرافقت ابونا بشوي لتكلهي منوت في الابراهمية ثم مرافقت ابونا بشوي لمرجرجس الحضرة ثم خدمة الانبا شنودة في الاباري ثم ماري مرقص في لندن في الانستريت في كينسينجتون انا مليش لي هدي ابونا في كل ده خالص بصراحة عمر عجيب جدا مليش فضل فيه لزي واحد كده طفل شربو لبن يعني كاهن من طراز سواح شربو لبن وبعدين كبرو فانا مليش يعني انا بس ربنا اداني نعمة ان انا اتربيت في بيئة كنسية جامد قوي وكان عندنا الشماس ارشي زاكن سامويل زاكي وابلها كان عزيز برضو كان رئيس شمامسة فدول شربونا ودوقونا جمال اللحان فطلعنا كده يعني احنا ما يعني ما لنش فضل فيها يا ابونا وطبعا والمعلم كمان المعلم حبيب ميراهم حبيب ميراهم ده رائد كبير وبعدين البابا كيرولوس السادس في الوقت اللي انا نشأت فيه كان مفيش جر قدسات وتسبحة وعشية قدسات وتسبحة وعشية بيحتض الولاذ والشمامسة بيروحوا يصلم على التسبحة في المروسين في باكر وعلى ذكر بابا كيرولوس ما قلتك قلت بقى ايبوذياكن انا كنت في دير ماري مينا وكنت قاعد بيصيف كله هناك وبرده كان ربنا ما دينا نعمة لما يجي البابا كيرولوس كل الشبابين يمشوا ما عاد ضعفي ابونا مينا يتشفعلي عند البابا كيرولوس بلو مينا كان يحب اوتسك جدا خالص 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 يحب اوتسك جدا جدا وانت قلت له مش هافزين قال لي بزياكن اذا قد تتقوز يبابا عدت القوز تاخد بزياكن مش هتتقوز مني قلت له داي مش دي على الزياكن لانا بتفلسف على البابا كيرولوس بقوله دي مش على الايبوذياكن دي على الزياكن قال لي ولياكن مدرس في الطقس بقا ورقا الدسقولية ورقا ولياكن طبعا انا اتلهيت اتلهيت واسمه وسكيت قلت قلت خلاص وفعلا وفعلا ما ترسمتش ايبوذياكن ولا حاك وفضلت كده لغاية لغاية لما ربنا راد بالكهنوت فترسمت دياكن مرة واحدة في الهيكل قبل في نفس اليوم بتاع الرسامة ترسمت كاهن مع اخوتيش اللي ترسموا برضو كان اخويا ابونا موسى سليمان سامير سليمان على ذكر ابونا موسى استأذن قدسك ابونا مرقص بسليوس ايه كان قيادياً وكان صاحب كاريزما وكان مايسترو ورب الجيل عظيم وعلى ذكر ابونا مرقص احب ان اتسك تذكر ننشط الذاكرة على قدر الامكان عشان الاجيال تعرف كان في قدسك في فترة خدمة تربية كنسية في وجود ابونا بشوي هناك بعض الاسماء العجيبة الوجود في بيئة واحدة وفصل واحد وروح واحدة وعيلة واحدة زي ابونا صريب حكيم اللي هو جمال جمال حكيم اول خادم لي وفايز يعقوب ابونا تدرس وايضاً مريد اللي هو ابونا بشوي عبد المسيح مريد عبد المسيح سمير ثابت اللي هو ابونا موسى سمير ثابت اللي هو ابونا انتونيوس اعتقد جيل اصغر شوية ماهر وصفي ابونا مكسيموس ايضاً علام باستل اللي هو ابونا دوماديوس عنا دوماديوس عنا كل هذه الاجيال ايضاً ابونا جرجس رزالله اعتقد ايضاً كان في الشمامسة ابونا جرجس كان قبلنا بكتير وكانت رسم كاهن في مولا جرجس المكس يعني انا كنت اروح له انا شماس كنت اتبسط جداً من القداس عنده واحضر القداس من وقت الالتاني كنتو بتعملي خلوات كمان في المكسي انا فاكر دي قصة عجيبة جداً كنت حب اهرب من حكاية ان انا بقى شماس واقف ايه تباطي المكسي بالخلوة هو ابونا جرجس له طابع انه بعد القداس يجيب صندوكشات للموجودين ويدي درس روحي قوي جداً جداً وكان مليان من نعمة ودراسة الانجيل وتفسير الانجيل وكان طقسي جداً وصوته مميز كده قوي جداً رنان صوته رنان جداً فاحنا كنا نحب قوي ان احنا نروح ماذا عن ابونا ارسانيوس عزيز سيري ده كان في الانباتاتلا سبورتينج بس ما كانش باين قوي سامير سامير هو كان بيجي العذرم حرم به لكن كان من الشخصيات اللي هدوئية ومش اكتمام ومسادي جداً 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 في اسماع كتيرة غير القدسك ذكرتها كانوا موجودين معنا زي وهيب ازمان وطبعاً كان موجود طبعاً ده برضه تاني خادم لي مثلاً خيري ازمان وخيري كل هؤلاء الناس كانوا موجودين في الطلبية كانت زي كان في مجموعة كبيرة والعجيب ان كلهم كانوا باسم السريب زي ما قلتك قلت قامات روحية قوية جداً وكان في بينهم محبة شديدة ووحدانية من ضمنهم مثلاً من الناس الكنوبية راقي في المعاملات وفي الادبيات وفي الزكاء الاخلاقي كان اكتر واحد يهتم باللغة الابطية في ذلك الوقت جورج باسيلي اللي هو اخو ايميل باسيلي واخو فيكتور باسيلي اللي بقى ابونا بجول باسيلي في كمستل عدرة وبعد كده بقى في فرانكفورت خد مكاني ابونا انتونيو السابت خد مكاني في لندن وبعدين سنة سبعة وثمانين انا خدمت من ثمانين لسبعة وثمانين في المانيا سنة سبعة وثمانين ابونا بيقول اخد مكاني وهو كان يعرف الماني وهو راح من كم سنة الى السماء جورج باسيلي جورج باسيلي ابنه ترسم كاهم في نفس الكنيس على ذكر ابونا على ذكر جورج باسيلي ابونا بيقول نأتي ايضا الى شخصية كانت زميلة الادسك وادسك زي ما ذكرت على فيكتور ده شماس ايقونة وكان اذكر ان صوته كان صوت مميز وعزم طبعا جدا وصوت خشوعي صلاة وأذكر كمان انه كان شخص مميز جدا في اداء التسبح جدا وعرفت انه في الفترة اللي هي بتاعت الجيش بتاعه كان بيستلم وبيروح للمعلم فهيم اعتقد في كلوت بيه عشان كده كان بيروح للمعلم فهيم هو اول واحد سمعني اللي الأربان ايوه وكان بيحفظه وكان بيحفظه من المعلم فهيم في ذلك الوقت وكنا احنا بنصلي التسبحة لها تعليقات جميلة كده ما يجي مثلا من الادسين فلان وصديقه فلان يقول لي شايف الصداقة واحنا يعني في التسبحة اه يعني كانوا بيصلوا بيصلوا اعتقد ان امبا ديمتريوس ايميل كان اصغر منكو في السن بكتير اه امبا ديمتريوس كان يوقف على كرسي كده ويقول ليه عيناني صغيرتاني بيهما وانتي انفالس ناف خلنا كوجي تيش ناف كان ايميل هو اخر العنقود في النخبة العظيمة اولاد عمباسيلي مؤار طبعا امنا اغابيو اه امنا يوستينا وتسوني انجيل وبونا كيرلوس وبونا بيقول واحنا كان عندنا كمان تسوني فضيلة في كندا وسافرت السماء من كم سنة وزوجها يعتبر بركة الشمامسة عندنا في قطوة اسمه الدكتور بولوس رفائيل وهو من اسكندرية بردو كان من شعب كنسة العدرة ولو قصة جميلة في زواج ومان فضيلة علاقة انسك بابونا صليب حكيم ابونا صليب حكيم هو اول خادم انا خدمت يعني اتلمست على اديو انا في ابتدائي ابونا صليب وكان اسمه جمال حكيم وبعد كده لما الايام مشيت وانا تدي تخدم في موري جرجس الحضرة اترشح جمال صليب جمال حكيم وبقى باسم ابونا صليب حكيم وخدمت تحت رجليس هو اعتقد انه مغترب هو اعتقد انه مغترب اه هو كان امين مكتبات بس ابونا بشوي يعني ربنا ارشده انه يعني يبقى يبقى كاهن كنيست موري جرجس وكنت اخدم تحت رجليه ومن اجمل الايام اللي انا خدمتها من سبعين لثلاتة وسبعين تحت رجلين ابونا صليب حكيم كنت يعني معلش تسمحلي اوتسك الناس ياريت تتعرف على عم بولس خادم او الكنيسي في كنيست العضرة محرم به وكيف كان وثم الى انصار ابونا الراهب داود الانبابشوي في دين الانبابشوي هو له قصة عجيبة جدا هو كان نفسه يترهبن وابوه كان من الصعيد ورفض جدا فكرة رهبانته فقال لابنه انا هاودي الكنيسة تخدم فيها وتبقى زي بالراهب بلاش تتجوز بس تبقى تحت عناية اقدر اصورك وقدر اشوفها فخدوا الكنيسة العضرة محرم به وقدموا لابونا مرقص ومعها خمستاشر الف جنيه قالوا دولا انا كنت هجوزهم بيهم خدهم بقى للكنيسة وقعد بولوس دا عندك فعملوا له قوضة كده تحت السلم اسمها قوضة عم بولوس وبدأ يخدم فيه يعني روحانية شديدة جدا جدا وكان طيب جدا وانحنا لما كنا ندمقى في الكنيسة نبقى قاعدين نخلص اجتماع الصلاة ونخلص مش عارف ايه و ايه و ايه و ايه و نقعد نلعب مش عايزين نمشي الساعة 10 و نص 11 بالليه مش عايزين نروح يجري ورانا بالعصايا يجري ورانا اه عايز اروح عايز انام القندس الساعة 6 بالصبح ويفضل ورانا لغاية لما كرشنا ويقف الباب الحديد ورانا فبعد ما كبر في السن ووالده بقى راح السماء راح راهب في دير امبا بشوي بس كان كبر بقى في السن ما عاشش كتير او في الراهبانا لكن ربنا اداله سؤل قلبه انه يموت راهب يروح السماء وهو راهب وفعلا كان راهب فاضل جميل زرته في القلاية بتاعته اه ابونا داود الانبا بشوي رموز كتير يا ابونا الواحد انا عايز اقول له اتسك احنا اتربنا في عصر الزمن الجميل لانك كنت تشوف رموز في الكهنوت وفي الشماسية وفي الخدمة اعني انا مقدرش انسى الاستاذ محفوظ اندراوس وده كان نازمي ده كان واحد من الاربع اللي جمعنا كان نازمي وفيكتور وشوئي غطاس وانا احنا الاربع استراليا حاليا اه واعرف اذا كان عائل الحياة ولا راح انما استاذ محفوظ اندراوس كان هو امين الخدمة في الوقت اللي كان فيه سامي كامل بيه خدموا ايطا وبعد كده بقى سكرتيري كلية الاكليركية لما البابا شنودة فتح اول هو مطارب مع بابا شنودة في المتليركية اه اه كان زميله وكان صارم جدا في السكرتيريات بتاعته للدرجة ان البابا شنودة لما كان يقرب المحاضرة بتاعته يقول له يا سيدنا حللني فضلة خمس دقايق ما كانش يكسف يعني كان ستريكت قوي دي شخصيات علامات يعني زي الدكتور عوض قلد دكتور عوض قلد وايضا الدكتور بهجة تعطالة كل هؤلاء كانوا اعلامي مع محفوظ اندراوس دعني اسأل اوتسك سؤال قبل الاخير اذا سمحت اوتسك بالتأكيد اوتسك كنت من المحبين والداعمين لاجتماع الشباب الشهير بتاع يوم الخميس في مارجرجس في سبورتينج لانه نشأ في وطرعرع جيل جميل جدا من الشباب المحب للإدسين وللغة الإبطية وللطقوس وللعبادة وللقراءة والنشر والطباعة يعني جيل كان جيل غني بالخير اه طبعا ابونا بشوي طبعا ابونا تدرس وابونا لؤة يعني اهتموا جدا 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 بخدمة الشباب يوم الخميس بالذات والشبات يوم الجمعة وكان الاجتماع منفصل يعني الشباب لوحدهم يوم الخميس والشبات لوحدهم يوم الجمعة وكان فيه برنامج للاجتماع ده برنامج ده كان يشمل يبطي وألحان عاوز أقول حاجة مهمة أوية هنا بالنسبة للكاهن في العهد القديم الله اختار موسى ليقود الشعب وكان موسى يمثل الشريعة لأنه كان معه الوصائل عشر استلم الوصائل عشر من ايد ربنا على الجبل بتاع سيناء مرتين فهو يمثل الشريعة أو قولي الإنجيل لكن موسى لوحده كانش يقدر يقود الشعب كان لابد أن يكون معه هارون هارون يمثل الطقس والعقيدة والعبادة والكهنوت احنا في العهد الجديد كل كهنة العهد الجديد لازم يبقوا موسى وهارون ما ينفعش أنه يركز قوي 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 على موسى يقولي الإنجيل وما ينفعش يركز قوي 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 على التقوس والعقائد والأداس والعشية ويهم الدراسات الإنجيل بمعنى آخر عندما أدرس الطقس أدرسه من خلال الإنجيل وعندما أشرح الإنجيل أشرحه بطريقة طقسية لأن الإنجيل المعاشة وطقس الكنيسة أنت بتعيش الإنجيل في الأداس في العشية، في التسبحة، في الخدمات الكنيسية، في الأجبية بتحول الإنجيل إلى حياة عشان كده أبونا بشوي كان نسميه الإنجيل المعاش كهنة العهد الجديد لازم كل واحد فيهم يبقى موسى وهارون في آن واحد والإتنين بنفس الإتقان والقياس والاهتمام وإذا أحس الشعب بأن الكاهن مستحق القوي وعايز يخلص، 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 يخلص الأداس ده دفست كبير، ده خسارة كبيرة، ما ينفعش أنا مش حاول إن إحنا يعني نهمل بقية الخدمات وعندنا مدرس أحد، وعندنا وعندنا، لكن لا الأداس لقدم يخد حقه العشية تخد حقها، ذكسولوجيات تخد حقها أذكر قصة لن أنساها لأبونا مخيل سعد في يوم في الأيام كان بيصلي عشية وبعدين هو في البخور بعد عشية الراقدين الشمامسة بدأوا يقولوا الذكسولوجيات فبدأوا يقولوا إرقب سلسل ماريا وخنفه وصايم وصاوي نامن بس مجلس مفاريج ونقاطف ريتفا كده فهو خلص دورة البخور ورح واقف على باب الهيكل والباس كان صوته جهوري قوي من غير ميكروفون كانش محتاج مكروفون أبونا وخيل سعدة باس ربنا بيقولكو هو مش عايز صدقان يا ابونا فوس الكنيسة في العشية بنا بيقولكو هو مش عايز مدام مستعجلين كده وعايزين تخلصوا هو بيقولكو مش عايز إما يبقى عندكو وقت ابقوا تعالوا فسكته خالص بعدين هو ابتدى بقى رب سلسل ماريام خلني في قوة صائب شو يعني ببطء كده وابتدى الشوكان درس للشمام ان كله مستعجل 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 نهاردة يقولك القداس كتير قوي ثلاث ساعات خليه ساعتين ونص وبعدين يجي صوت كتير قوي ساعتين ونص كفاية ساعتين هي يعني ايه 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 اعزبوا الناس أنت بتوقفوا الناس مره قلت الواحد انتو عايزين تعملوا الوداس ليه بسرعة كده قال انتو زمان غير دلوقتي الزمن دلوقتي سريع وكل حاجة بقيت بسرعة طيب بسئلك سؤال انت بتدعب كرة قال لي اه طيب الشوط الاولاني بتاع المباراة قال لي 45 دقيقة قال لي بقاله كم سنة قال له سنين طويلة طيب احنا في 2022 ليه ما خلوشك 45 دقيقة دول نص ساعة ما احنا في الزمن السريع ليه كل حاجة عايزينها زي ما هي الا الا الاداس بسرعة والتسبحة بسرعة والعشية بسرعة كله بقى بسرعة لما نيجي للعبادة لكن تقعد تتفرج على مسترحية 3 ساعات ما تقولش اختصر تتفرج على ماتش كرة ساعتين ما تقولش اختصر العالم هبونا بقى بيضغط علينا جامد قوي وعد دخل العالم جوه الكنيسة ايه وعد دخل العالم جوه الكنيسة على رأي البابا شنودة قال كده المسيح بتجسده زرع الكنيسة جوه العالم والشيطان في الليل زرع الزوان جوه الكنيسة قال الكلمة دي عشان كده لا انا متأثرش انا ده اجمل لحظات حياتي ان انا بقى واقف على المسبح وقدسك عارف اعظم تعزية للكاهن القداس الالهي واهما كان مهموم وماهما كان تعبان وما كان مثقل والدس الالهي ده اعظم لحظات حياة الكاهي واقوى يعني وقت هو بيقضي في الخدمة انا اسف شكرا يا ابونا الحبيب لا العفو شكرا يا ابونا الحبيب كل الشكر ابونا الحبيب ابونا القمص شنود دوس الذي علمنا منذ ان كان شماسا واليوم يعلمنا ايضا وهو من كبار الاباء اللي احنا دايما نذكرهم بكل خير نطلب انه يذكرنا ويدعي لنا في صلواته ودايما كنيستة الاسكندرية عامرة بالاباء وبالوهج الروحي والاشراقات وافتقاد السماء وتعزية السماء لنا باباءنا وفعلا فخر البنين اباءهم اتشرفنا بقدسة كابونا الحبيب ربنا يتمجد وكل الشكر لأدسك على افتقادك لولادك في اسكندرية ودايما يابونا بعودة تيجي وتزورنا يتمجد اسم ربنا القدوسة الان كل اوان السالوس الان كل اوان ظهر الدور كلها امين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة